نتكلم شوية بقى على ال data types ونحدث فيها معلوماتنا لو كنا اخذنا مجموعة data types متمثلة في ال integer وال double وال flute والcar والstring واتفقنا ان انت تتعامل مع ال data الاوية لاما ارقام لاما حروف الارقام لقم صحيح integer القصور ارقام العشرية double او flute الحروف لو حرف واحد بتقول character لو اكتر من حرف سلسلة من الحروف بتقول عليها string في عندنا كمان نوع تاني جديد موجود اسمه البوليان بينكتب بالشكل ده او كاختصار يا data طيب بتكتب بتكتب كلمة بول بي او او ال فقط لا غير مين بقى البول او مين البوليان وطلع عليه وموجود عشان ايه ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي درست انت قبل كده مصطلح اسمه logic gates او البوابات المنطقية وعرفت ان البوابة دي او logic gate دي بتحمل قيمة من الاتنين لاما on لاما off اللي احنا بنسميها يا اما true يا اما false ولانت برضو اخذتها بشكل تاني يا اما واحد يا اما صفر فواحد وصفر من المنظور بتاع واحد وصفر هي قيم كارقام فينفع ان احنا نخزنها كانتجر لو انت عايز تعمل برنامج بيتعامل مع logic gates وعندك gate معينة بتحمل قيم معينة فالقيم بتاعت ال gate طول عمرها لاما واحد لاما صفر لو انت هتبص للموضوع ده من نظرة رياضية الا وهي integer numbers فجرت العادة انه اللي بيكاريت متغير هيعمل انتجر اكس مسلا هيشيل فيها واحد او هيشيل فيها صفر مشاكل طبيعي منطقي ولكن هنا بالنسبة لنا كان يدي مشكلة ايه المشكلة الاكس كانتجر هو مش معمول عشان يشيل digit واحد بس هو بيشيل digit سكتير لو احنا هنتكلم على الموضوع من حيث التخزين في الميموري في الرامات بتاعت الماشين فالانتجر هو بيخزن في نطاق 4 بايت وانا مش محتاجي الاربع بايت كلهم عشان اتعامل مع متغير انا عارف مسبقا انه هو هيشيل قيمة من الاتنين لاما صفر لاما واحد لان انا عملت المتغير ده عشان يحاكي لوجيك جيت معينة وبناء عليه الواحد او الصفر هي بتخزن في اديه بتخزن في واحد بايت والانتجر بيحجز مساحة اربع بايت فده معناه ان فيه تلاتة بايت انت حجزهم لكن مش مستغلين انت مش محتاجهم فده بالنسبة لنا ما ينفعش لان انت كده بتهدر في الذاكرة بتاعتك لو انت عندك ابلكيشن كبير وبتعمل فيه متغيرات كتير وفيه سوء ادارة او فيه سوء تخزين للمتغيرات دي فانت بتشغل مساحات انت مش محتاجها فده في الاخر بيؤدي ان الابليكيشن او البرنامج بتاعك هيكون بطيب وبناء عليكم ان احنا محتاجين نحل المشكلة دي فظهر نوع جديد اسمه البوليان مين البوليان ده؟ هو عامل زي الانتجر بالزبط هيشيل قيمة واحدة فقط لا غير انتجر طبعا بس هي قيمة واحدة فقط لا غير القيمة دي بالنسبة لنا الا وهي يام صفر يام واحد والبوليان بيخزن في الميموري في واحد بايت بس وهو ده فعليا كتخزين اللي انا محتاجه مش كده وبس ده فيه كمان تحسين زيادة الواحد والصفر كقيم هي دي اللي بتتخزن فعليا جوا الميموري لكن كطريقة تحسينية في العرض السي بلاس بلاس بتقول لك تقدر بدل ما تكتب هنا صفر واحد تكتب لي المصطلحات اللي هي true false لان شكلها كتابة ورؤية احسن فتقدر تكتب هنا كلمة true واصبح بوليان اكس بترو اللي هي بتترجم في الزاكرة عندك بيخزن واحد او بوليان اكس بتساوي false بتترجم اك انه بيخزن صفر بتكتب بالشكل اللي قدامك ده كان كله small حروف small ما نفعش تكتبها كبس وبناء عليه لو انا عامل بوليان اكس بيساوي false وبقول لك متوقع اكس هيطبع false ولا هيطبع صفر بديها لازم تقول صفر لان لسه اقل لك من شوية ان الاكس بتاعت البوليان بتخزن في الزاكرة القيم الانتجار اللي هي واحد او صفر وال true اللي انت بتكتبها هنا دي ما هي الا حاجة كتابية بس لمجرد النظر مجرد الرؤية بشكل تحسيني في العرض فقط لغير لكن بيترجم للصفر الواحد بديها لما تيجي تعمل سيطبع لك هنا صفر بما ان بقى ان احنا تكلمنا على البوليان كعداتها طيب جديد بيشيل false او true اللي هي صفر او الواحد اللي انت تعرفوا دايما ان الزيرو بالنسبالي هي false وان الواحد بالنسبالي هي true ولكن في لغة البرمجرة هتلاقي ان الكلام دايما يتعدل عليه شويتين بحيث انه يكون الصفر فقط لا غير هو اللي بيمثل وفيما عادة ذلك من ارقام هتكتبها بالنسبالي بتمثل true عن الكمبيلر بيشوفها اكنها برضو الترو يعني مثلا كتبتلي واحد بقى الريدي الترو العادي جدا تب انت عملت عشرة برضو بيحاولها اكنها الترو عملت خمسين بيحاولها اكنها الترو يعني لو انت جيت عملت سي قوت للأكس والبوليان اكس بيساوي ثمسين ايه اللي هينطبع هيرقي الكلام ده خمسين اذا دي بالنسبالي true اكنها واحد بيخزن في الميموريا واحد فلما تقوله سي قوت اكس هيعرض لك هنا واحد بالشكل اللي قدامك ده ليه هو بيعمل عملية الترقية عملية الترقية بتتم عن طريق مصطلح جديد هنتكلم عنه برضو بعدين اسمه بمعنى ايه انت كاتب هنا الخمسين والخمسين دي بالنسبالك هي من نوع انتجر صريح ولكن عشان هو شايف الاكس دي من نوع بوليان وهو خاد الميزة او خاد الخطوة الاستباقية وقال خلاص التمسين دي انتجر فانا هحولها للبوليان احولها ازاي هرجعها لاصلها بتساوي فاصبح ان هو شايفها بالمنظر اللي قدامك ده وخزنها عنده في الميموري بالمنظر اللي قدامك ده نرجع بقلة ركاية مهمة جدا وعملية ربط مهمة جدا انك تسمعها هل البوليان احنا ماخدنوش قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت لا اتكلمنا عنه ولكن على عجالة بشكل سريع تب اتكلمنا عنه فيين في الاف كونديشن لو نفتكت كده مع بعض لو انا عندي اف كونديشن بالمنظر اللي قدامي ده عندي انتجر اي الاول بتساوي خمسة وهنا بقول اف الاكس بتساوي تساوي الواحد لو الشرط ده تحقق نفز لي السي اوت اللي تحقق لو ما تحققش خلاص مش هينفز اي حاجة خالص طيب هاسألك هنا سؤال الكنديشن بالنسبة لي هنا اي كونديشن في الدنيا ايه النتيجة بتاعته هترد عليها وتقول ان الكنديشن يتحقق او لا يتحقق طيب مش دي موافقة بالزبط الكلمة الكنديشن ده يكون on او off طيب مش دي موافقة بالزبط ان الكنديشن ده تكون قيمته النهائية بترو او بفولس ده بالزبط اللوجيك اللي بيتم وده بالزبط فعليا اللي انت محتاج تعرفه ان الكنديشن الكمبيلر بيشوفه على انه هو عملية ونتيجة البروسيس دي او نتيجة العملية دي هي حاجة من الاثنين يا اما ترو فهينزل ينفز السي اوت يا اما فولس فمش هينفز السي اوت فلما قولك كلمة true false هنا معناها انه بيحول الكلام ده كله لحاجة من نوع بوليان لان البوليان هو اللي بيشيل true او false او الواحد او الصفر وبوناء عليه لما قولك x بتساوي تساوي الواحد هاي ال x فعلا بتساوي الواحد a بالزبط بتساوي الواحد كلمة a بالزبط دي كلمة a مصبوط دي معناها f true يعني f true يعني الكلام ده هو true اذا اوتوماتيك هينزل ينفز السي اوت لو انت عملت طباعة الكلام ده هيعرض لك كلمة best بفاكل عادي جدا خلينا نعمل كومنت للسطر ده عشان ما يلغبطناش بحيس نركز مع جملة c اوت بس طيب على فرض ان انا عملت هنا الاي هي الاي بتساوي بتساوي الواحد انا عندي الاي هي متغير x الخامسة الاي مش بتساوي الواحد كلمة مش بتساويها يعني ما تحققش يعني off يعني الكلام ده كله بفولس يعني اتن الكمبيلر عمل لما داخل الكمبيشن وحول الكلام ده للمنظر اللي قدامك ده اصبحت فولس يعني ما تحققش يعني اكنه مش داخل لسه بيسأل لا اكنه خلاص ده الريزلت النهاية بقول فيه ما تحققش فمش هنفز الكلام ده وبناء برضو عليه تقدر في الكونديشن هنا انك ما تكتبش كونديشن صريح باوبريتور من اوبريتور المقارنات اللي يساوي اللي يساوي الاكبر اصغر اكبر يساوي اصغر يساوي انت ممكن تكتب هنا نتيجة على طول زي بانا مثلا كاتب كونديشن بالشكل ده اف بفولس هل كونبيلر بيعترض؟ لا عادي جدا الكونبيلر منتظر وهو الكونديشن هنا حاجة من الكمينة لاما كونديشن واضح وصريح لاما انت كاتبها وانك كونبيلر اقدر اترجمها لريزلت من نوع بوليان وتساوي بناء عليها بحدد الجملة اللي عليها لدور او الجمل اللي عليها لدور المربوطة بال هينفع تتنفذ ولا مش هينفع تتنفذ اذا لما اقول لك هنا اف ترو انت هنا مش كاتب لي كونديشن انت بتقول لي يعني لو شرط بس فعليا ما فيش شرط انت اكنك بتقول لي بص ده كونديشن بس هو الشرط متحقق من البداية كده كده فانت ما تسألش متعملش بروسس متعملش اي حاجة خالص جنال عليه اف ترو دي بنسبة لك معناها انه انا متحقق بالفعل حتى قبل ما اسأل السؤال فهنزل هنفذ جملة السي قوت بشكل طبيعي وبشكل بديه جدا طيب حد تاني كتب اف واحد اف واحد دي معناها ايه؟ معناها اف ترو هي هي بالزبط ما دي من نوع بوليان في ايه لا يحصل فيها لكنك بتقول انك كونديشن متحقق حتى من قبل ما اسأل فهنفذ السي قوت طيب اف عشرة العشرة بالنسبة لي مش بوليان بس لو انا كنت بسجلها في متغير من نوع بوليان كان بيحول العشرة من نفسه بالداتا تايب الى البوليان فبيرجعها الاصلها اللي هي الواحد فاصبحت اف واحد اللي هي اف ترو فاوتوماتيك برضو هينفذ السي قوت بتاعة الباسد طيب عملتها اف زيرو نفس الكلام بالزبط اف زيرو يعني اف بفولس يعني اك انك بتقول انا داخل الكنديشن ده وانا مش متحقق من البداية من غير حتى مسأل اي سؤال فاصبح انه انت مش متحقق طيب انت مش هتنفذ الجملة بتاع تل سي او دي لو انا عملت حاجة بالمنظر ده اف اي بس بتساوي صفر فقط لا غير هنا ما عملتش يساوي ساوي لا انا عملت يساوي واحدة بس هالتجنبايلر هيعترض على الكلام ده الاجابة لا انا مش هيعترض طب ليه مش هيعترض انا مفترض ان الكنديشن ده بياخد مني خاصة بالمقارنات وانا هنا مش شايف مقارنات انا شايف هل الكلام ده ينفع اه ينفع عادي جدا ليه بقى لان تاني زي ما احنا قلنا ان الكنديشن هنا مش شرط انك تكتب لي statement خاصة بالconversion الا وهي المقارنات اكتب هنا ممكن اي statement عايز تكتبها متاحة طالما ان الريزولت النهائية بتاعتها ينفع تترجم لحاجة من حاجات البوليان الا وهي بناءا عليه اي بتساوي صفر دي جملة assignment اللي يحصل فيها انه الكمبيلر هيخزن قيمة الاي في الميموري بصفر ثم يعيد استخدام الاي واحدها من غير اي assignment يعني اكتب ان الاي بتساوي صفر دي هي فيها وظيفتين بالتم اول وظيفة عدل لقيمة الاي بالصفر ثاني وظيفة استخدم لي الاي لوحدها كcondition جوة فاصبحت ان الاي قيمتها بتساوي صفر ثم بيستخدمها اكتب انها اف الاي اف الاي من تلسة حاطت فيها من شوية صفر فاصبحت دي اكتب انها اف الصفر يعني اف بفولس يعني النتيجة فانا مش هنفذ السطر اللي قدامي ده فلما تيجي تعمل حاجة زي كده بالمنظر ده هتلاقي ان دي مش هتتنفذ لانه نفسها بتساوي طيب اف اي بتساوي عشرة نفس الكلام بالزبط دي عملية يحط العشرة في ثم يسأل نفسه اللي هي اف بعشرة اللي لسه حاطتها من شوية اف عشرة دي دي مش بوليان امقيها واحاولها بالكونفرجن بتاعي للبوليان لان ما بداخل اقواس انا منتظر فيه حاجة الريزلت بتاعتها النهائية هي بوليان والعشرة دي هي انتجر فهو عمل كونفرجن داخلي للداتا طيب من الانتجر للبوليان فالعشرة بيلاقيها اكتنها واحد فاصبحت اف واحد اللي هي اف ترو فاوتوماتيك لما تيجي تعمل تنفيذ هتلاقي ان الباسد بالنسبة لك بتظهر بشكل طبيعي ومنطبي ويبقى انت كده عرفت ان فيه داتا طيب جديد اسمه البوليان وعرفته هو ظهر ليه وفي الاصل كنا بنستخدم الانتجر مكانه ولكن لأسباب معينة ومشاكل معينة حاولنا ان احنا نستخدم البوليان بس وعرفت كمان علاقة البوليان بالإف كونديشن هي ايه والإف ستيتمنت الكونديشن الداخلي بتاعها هل لازم اكتب فيه كونديشن ككومبيرزون ستيتمنت ولا عادي متاح اكتب الريزلت النهائية اللي انت بتوصل لها كبوليان او ان انت حتى تكتب هي مش كومبيرزون واحيانا الكونبيلر بيقدر ان هو يعمل لها عملية بروسس طالما قدر ان هو يعمل لها عملية بروسس ويحولها للترو الفولس هي بالنسبة له لا تمثل اي مشكلة تشتغل بشكل طبيعي قدر bar تزيزة ان تزيزة